ميلن ليه؟ الموسم التالي على التوالي أداءه قوي رغم من التقريباً ما فيش يعني عمل الصفقات من العيار السقيل تفسر ده بإيه؟ يعني زكاء مدرب قوة مدرب ولا اللعيبة هي اللي عندها الكاش أو الرغبة إن هي تعمل ده أقوى اللي اتنمها بعض الفريق من خمس أو من ست سنين تقريباً هي نفس المجموعة بس كانت على نصر شابة كان برضو عليهم عناصر تانية موجودة ومشيت من الفريق زي فرانك كيسي هاكانشال هانوغلو أو دوناروما الفريق كان موجود بس كان دايماً بيوصل للمرحلة الأخيرة من المنفسة فائياً مركز بس سواء مثلاً على مركز دور الأبطال أو على مركز دور الأوروبي كان دايماً في الوقت اللي بيبقى بينافس فيه على المركز اللي هو عايزه من النتائج بتتراجع الفريق ببيحقاش المطلوب منه في نهاية الموسم ميلاً في آخر سنتين وخصوصاً مع وصول زلطان إبرايموفيتش لهم دفعة ضخمة جداً على مستوى الشخصية وعلى مستوى اللاعبين حتى كل لعب في الفريق بعد ما كذبوا الدوري السنة اللي فاتت ومش لازم بعد ما كذبوا حتى الدوري من قبل كده كلهم كانوا بتكلموا على تأثيره وزاي خلى كلهم يفقروا حتى برى الملعب برى الملعب وجوى الملعب فكرة أنه هو خلاص وجه أنظرهم أنه مفيش حاجة قدامي غير أنا بنزل عشان أكسب بنزل بموت نفسي في الملعب بعمل كل اللي علي عشان أقدر أكسب فبالتالي كل اللعيبة ديت عقليتها ده غيرت كل اللعيبة ديت وهي اللعيبة شابة وعندها المهارات والإمكانيات بس كان ينقصها الشخصية وبينقصها مدرب يعرف يطوع العناصر ديت في أرض الملعب في السنة اللي فاتت خلاص بقى ميلاً بقى المجموعة بقت منسجمة جداً مع بعض بقى ليهم شكل واضح من الموسم اللي قبل اللي فات اللي ناحية وفيه في المركز الثاني فبالتالي شوفنا ميلاً أن الموسم اللي فات خلاص بقى في الجولة الأخيرة بس الفريق وقف على الأرض صلبة بقدر يكسب الدوري قدام إنتر السنة دي قابل فريق متراجع بعض الشيء بس حقق أكسب الناحية التانية على مثلا أنه هو تقهل دور 16 من دوري الأبطال السنة دي قابل ممكن فارق طريباً نقطتين على اللي نفس اللي حصل لي في نفس المرحلة في الدوري الإطالي لكن على الأقل لأ أنا بكسب شيء قدامه شيء تاني ممكن أكون أخسره بس أنا لسه في المنافسة مش بعيد وأنا نفس الفريق يضاف علي بعض العناصر مش ممكن ما تكون شيئاً أسامي الضخمة واللي هي حققات الفريق لكن أنا ماشي بنفس الخطة السابقة على نزوم أن أنا بنافس على لقب الدوري على الآل طيب على صعيد الآخر يوفينتوس السنة اللي فاتت ما كانش الأداء بتاعه أفضل أداء بنشوف سنادي الأداء بتاعه طبعاً على صعيد الأرقام بحق أرقام أفضل بكتير مقارنة بالموسم اللي فات بس مشكلة يعني علامة الاستفهام على يوفينتوس يعني الأداء بتاعه مش مش أفضل حاجة يعني لو مثلاً نتكلمنا مثلاً البريمير ليج هنلاقي مثلاً الفريق المتصدر الجانرس الأرسنل بيجمع ما بين الحاجتين ما بين الأداء العالي الجميل اللي فيه متعة كرة القدم والنتائج يوفينتوس مش عارف يحقق المعادلة دي الآن لغاً دلوقتي هو أليجري ما قبل تجربته الحالية مع يوفينتوس يعني هو كان أليجري موجود مع يوفينتوس مدة أربعة ما واسم رحل لمدة موسمين كان في فترة راحة زي ما بيقولوا ورجع الثاني ليوفينتوس في خلال ليوفينتوس دور تحس أن أليجري نسي المبادئ بتاعت الكرة وكل الشغل اللي هو كان بيعمله فدي كانت مشكلة ليوفينتوس آه السنة اللي فاتت قدران في النهاية أنه هو يوصل دوري الأبطال لكن السنة دي الظروف برضو فيها بعض الشيء معاً دا لسبب إصابات كتيرة جداً في السفوف الفريق فخليته اعتمد على مجموعة كبيرة من الشباب زي باتيا السولي زي إيلانج زي نيكولا فاجيولي فشفنا سماء كتير موجودة في خط وسط يوفينتوس أو في الفريق بشكل عام احنا قصة ما كناش بنشوفها قبل كده وده برضو غصب عنه بس بتدي له المكسب اللي هو عايزه لكن بأقل شكل ممكن وبأقل أداء ممكن وبالتالي دايماً على أداء يوفينتوس في الدور الإيطالي هو علامة استفهام شفنا ده في دور الأبطال بالنهاية الفريق حقق ثلاث نقاط فقط بس في دور الأبطال وتأهل بها للدور الأوروبي ممكن من الزمن ما شفناش بتاليبان من خمس أو ست سنين يوفينتوس مروحش الدور الأوروبي ففكرة أن يوفينتوس يكون موجود في دور الأوروبي وفكرة الأداء المتوراضع اللي يوفينتوس بيقدمه في الدوري خصوصاً حتى على المستوى الهجومي والفريق ما عندهش شكل هجومي يعني في النهاردة في المرات كريمونيزي الفريق ما عندهش أي شكل هجومي الفريق سجل هدف في ديئة واحده وتسعين من راكلة حرة مباشرة ما ينفعش يبقى يوفينتوس نفسه ينافس على رقب الدوري أو هدفه الأساسي أنه ينافس على رقب الدوري وفي نفس الوقت بقدر أنه نكس فريق ما يكسبش ولا ماتش في الموسم على أرضه بهدف من راكلة حرة مباشرة يعني كان ممكن لو ما جاتش ماتش خلص من نتيجة سلبية يوفينتوس أنه يجي تنسبع ماتشاط بالفوز المتتالي كان كل ده ممكن يروح هو هيتراجع في الترتيب بعض الشيء لكن أداء يوفينتوس علامة استفهام مع أليجري ممكن بعد بقى عودة الإصابات مع أن الفريق يبدأ أنه يخش بقى في العناصر الأساسية زي في الديكو كيزة ومسكين النهاردة ما كانش موجود بشكل أساسي نزل كبديل اللي اتنين عملوا فرق في شكل أداء يوفينتوس مع بقى عودة بول بوكبا مع عودة أنخل دي مرية كل العناصر دي ممكن نشوفها تحقق مع يوفينتوس نتائج كويسة في الفترة اللي جاي عظيم جدا